سلام عليكم تلميذ سنة أولى متوسط معكم الأستاذة ياسمين بعد ما شفنا وضعية الانطلاق على الظواهر الكهربائية رح ندخله في الدرس السنة ونشوف مليح وشنو معدها دارة كهربائية وشنو معدها رموز نظامية إلى غير ذلك كموضوع أول ولا درس أولا رح نشوف معكم وشنو معدها مفهوم الدارة الكهربائية وش تقول لدينا بعض العناصر الكهربائية التانية علش بعض لأنه في المستوى تاكم اللي هو السنة أولى متوسطة رح نشوفو غير هاد العناصر الكهربائية وبعدها كما احنا نقولو كيف تطلعو في السنوات تاكم ان شاء الله رح نزيدو ونشوفو عدة عناصر أخرى وشنو معدها مصباح الهجة لأخره وشنو معدها لأنه سوف تأتي بالمصباح الهجة ومصباح الهجة ومن ثم تأتي بالمصباح الهجة هذا هو مصباح الهجة في الغرف وقمه بالدارات الكهربائية لأنه نسموه مصباح الهجة المحرك الكهربائي المحرك الكهربائي كما نلاحظه نديروه في الأنعاب نديروه على الفيز كما نقوله كما لجوه عندنا كذلك المولد الكهربائي ولا البطارية نكادية اللي تعطيني الطاقة باش إنه المصباح تاعي ولا المحرك تاعي يتحرك ولا يتوهج عندي كذلك القاطعة القاطعة اللي هنا عندنا سوف نرى قاطعة مفتوحة لا يتوهج المصباح وإذا كانت مغلقة فإن الضارة تكون مغلقة وبالتالي يتوهج المصباح هذه القاطعة اخذوها الآن كيفية عامنا ونحقو للدروس التاحية وفي الأخير عندنا أسلاك التوصيل أسلاك التوصيل لكي نوصلوا لنرسم الضارة لا نرسم الضارة لنحصل الضارة جميعا تخذوا لها العناصر سمم كهروضوئي نعم صباح كوهج المحرك الكهربائي المولد الكهربائي والبطارية القاطعة وفي الأخير أسلاك التوصيل لأنها توصل ل العناصر لدينا كذلك أعطيت لكم هنا بعض الملاحظات لكي تفهموا ما هم العناصر لكي تقول الملاحظة الأولى عند ربط بعض العناصر الكهربائية نربط بعض العناصر الكهربائية مثلا أسلاك توصيل مصبحته وتقاضعه والمولد نتحصل على حلقة تسمى دارة كهربائية ماذا حلقة؟ معامل تكمل من اللي هي تبدأ؟ تخلص في نفس الموقع أبين نقول لها حلقة نسموها دارة كهربائية هذه نحوها بعين اعتبار يمكن القول عن دارة كهربائية أنها مفتوحة إذا كانت القاطعة مفتوحة والعكس صحيح إذا كانت القاطعة مغلوقة فإن الدارة الكهربائية تعانى تكون مغلوقة لكي تخدوها باللي قاطعة يدت فتحة دارة تعانى تكون مفتوحة لا يمر الطيار ولا يتوهج المصباح والعكس الصحيح إذا كانت القطعة التعنى المغلقة فإن الضار المغلقة وبالتالي التيار يمر وبالتالي يتوهج المسبح هذه هي وللمولد قطبان مختلفا المولد اللي هي بطارية غير متماثلا مختلفا مع تغير متماثلا نحن نشوف باللي القطب السالب ماشي كمال القطب الموجب يمثل أحدهما قطس سالب والأخر قطب موجب تفكروا برق أعزاء التلاميذ باللي هذا الطويل عطوله سن مو أعطوله الناقص وهذا القصير أعطوله الموجب تفكروا وفي الأخير للمصبح الكهربائي مربطان متماثلا هنا عندنا درس على المصبح الكهربائي راح نشوفوا باللي المربطان تاعه حيكونوا متماثلا هذه بالنسبة للعناصر التعنى الكهربائية نحن نمر للدرس واللي بعده اللي هي ما معناه النواقل والعوازل نروح أعزاء التلاميذ باللي كلمة ناقل ما عندها ينقل للطيار عازل ما عندها حاجة تعزل للطيار أنه ما تخليش يمر مواد ناقلة ما هي المواد الناقلة اللي تنقل الطيار هي التي تسمح بمر الطيار كما قلنا مثل الحديد الماء إلى غير ذلك مثلا الحديد يخلي الطيار يمر الماء كذلك أما بالنسبة للمواد العازلة اللي هنوش عندنا كمواد عازلة عندنا هي التي تمنع مرور الطيار مع أن تتعزيله مثل الخشب البلاستيك إلى غير ذلك خدوها كما الأسمى والتحى مواد ناقلة تنقل الطيار ومواد عازلة التي تعزل الطيار في الأخير أعزاء التلاميذ واللي هو أهم برس اللي لازم كما نقولوه تاخدوه بعين اعتبار كثير وهو الرموز النظامية للعناصر الكهربائية موك هدو الدرس الأهم عندكم في الكهرباء ما معنى الرموز النظامية للعناصر الكهربائية عزget الالترمية شفناها هل هنا موك هدو هم العناسر الكهربائية يلا نشوفو الرموز داخلهم كل عنصر لي شفناه عنده رمز لماذا نستعمل هدو الرموز النظامية باش نرسم المخطط الدارة الان نرسموا هكه بهدو لا نرسم مولدها كأسلاك نستعمل الرموز نرسم اسم العنصر و كل عنصر نأخذ كعنصر أول مولد كهربائي نسموها بطارية دائما تفكروا كما قلت لكم الطويلة نعطوله المواء والقصير نعطوله بلوس دائما ترسموها في الدارة المولد التالي عندنا كذلك المصباح دائما نرسموها كالمصباح عبارة عن دائرة و فيها X قاطعة مفتوحة ها هي الشكل تاحا قاطعة مغلقة ها و رمز تاحا هذه لا يامر تيار هذه يامر تيار المحرك الكهربائي نفس الشي ضائرة معلش M على جل الاسم تاعه صمام كهروضوئي عبارة عن مثلت و كما راكم تلاحظو الرمز تاعه و اسلك التوصيل و الاسلك التوصيل دائما عبارة عن خط كما راكم تلاحظو موك هادو اعزاء التلاميذ كما فهمتكم لازم يتحفظو هادو هما السر تاعكم باشترسمو دارة كهربائية صحيحة كما راكم تلاحظو مثال مخطط دارة كهربائية كما را نلاحظو مثلا اخذت مولد اخذت اسلك توصيل اخذت كذلك مصباح و قاطعة القاطعة مفتوحة اذا كانت القاطعة مفتوحة انا لا يمر تيار لازم هنا نغلق القاطعة التاعي بالتالي يمر تيار و يتوهج المصباح لازم هنا ملاحظة صغيرة تلاميذي باللي دايما الطيار تاعنا من السالب نحو الموجب احتلقوا في تمانين يقولكم اعطوني الطيار كيفاش يمر انتو ما جام يديرو هولهم من الموجب نحو السالب لا من السالب نحو الموجب ان شاء الله هالدرس تاعنا اليوم تكونوا فهمتوه وش تطرقنا وشفنا فيه شفنا وش نمنا عندها العناصر الكهربائية النواقل والعوازل والرموز النظامية لهذه كل العناصر اي سؤال اعزائي تلامية تحبو تسألوه ولا ما فهمتوش بالنسبة لهذا الدرس خلوهولي في كومنتر وانا نجاوب بلكم عليهم ونتلاقاوه في الدروس اللي نكملوه ان شاء الله في الفيديوهات القادمين واتمنى النجاح للجميع ان شاء الله شكرا